بسم الله الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ بنحاول فيها أن يسر تزوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذي حبيب نجيب محفوظ نهاردة الحلم رقم 219 من كتاب الأحلام الأخيرة ويبدأ هكذا رأيتني رب أسرة كبيرة العدد يعاني مر المعاناة لتوفير الحياة لهم وأخيرا قررت ربة البيت أن تستغل مهارتها الفائقة في صنع الطعمية لمساعدتي ووجدت أول زبائل لها في فروع الأسرة ثم الجران وأخيرا الحي وبشرى لنا زال العنى جميل جميل الأستاذ العظيم تجيب محفوظ بيتكلم على المعاناة الشديدة اللي بيعاني منها كتير ملايين ملايين من المصريين خدوا بالكم كلام ده مكتوب من خمسة وعشرين تلاتين سنة المعاناة اللي بيعانيها المصريين الآن في السنوات الأخيرة أضعاف أضعاف أي معاناة شفوها بليك الحقيقة صعبة جدا وأكيد حضراتكم تعرفوا ده وهو محفوظ هذا المبدع العظيم الفنان الحساس حاسس بشعبه وبيعبر عن معاناته في توفير ضرورات الحياة وبعدين بيشير ربة البيت بتقابل طعمية دور المحفوظ هنا هذا المفكر الاجتماعي الفيلسوف وهو مفكر اجتماعي وسياسي وكل النواحي بيشاور على دور المرأة المصرية العظيمة في رفع المعاناة عن كاهل هذه الأسرة وأسر كتير أنت عارفين أن فيه نسبة لا يستهان بها من الأسر المصرية تعولها نساء يعني هذه حقيقة فالمرأة المصرية يعني شايلة يعني حملة كبيرة جدا بسبب عدم وجود نظام حكم رشيد لو فيه عندنا نظام حكم رشيد ما كانت كل هذه المعاناة مصر دولة غنية غنية جدا كمان لكن مشكلة نظام حكم رشيد يدير الأولويات ويدير اقتصاد البلد بطريقة سليمة مكانش الناس يعاني كده هو في الآخر ختم أستاذنا بجزء من الإنشاد الديني في مدح رسول بيقول بشرة لنا نننا المنا زال العنا وافل هنا فمحفوظ جميل يشاور على هذا الإنشاد الديني الجميل وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله والله أعلم